سيدة زمالة مساخرة على حضراتكم جميعا بنقدم لحضراتكم اقرار الدخل السنوي بقيمة لسنة عشرين تلاتة وعشرين على المنظومة القديمة كل سنة وحضراتكم طيبين بنعتذر عن التأثير لأسباب ان المصلحة كانت بتعدل حاجات كتير في السيستم وعطونا اكثر من موعد وبعد كده تم التعديل على السيستم وتفتح من فترة بسيطة بنعتذر لسبب اخر هو سبب شخصي وحضراتكم تعلمو هو وفاة الولدة وارجو من حضراتكم الدعاء له وهذا العمل مقدم لروح والدتي قبل ما بنرسل اي اقرار ضريبي لازم نجهز الجهاز بتاعنا اللابتوك لحاجة اسمها البوب عشان يقدر يبعد الاقرار فبنفتح صفحة جوجل بيقى في عندي تلات نقط فوق على اليمين التلات نقط دول بدوس عليهم بيجي لي حاجة اسمها سيتنج بنزل عليها بعلم عليها وبدوس عليها بعد سيتنج بنزل لغاية في عندي سايت سيتنج اللي هي عبرا اسهم يمين وشمال بدوس عليها بعد كده حضراتكم بخش مع الخطوات اللي انتو شايفينها لغاية المربع اللي فيه بوب أبس اندري دايريكس وفيه ساة بدوس عليه بعد كده بعمل فوق على اليمين اللي البلوكت ده بفتحه والقلاه بفتحه وبعد ما بفتح في عندي الخطوة اللي هي انه اكتب فيها اسم الموقع زي ما هو مكتوب قدع حضراتكم اللي هو لازم الاثنين والباكسلاش الاثنين وعمل اد كده الجهاز مجهز انه هو لما نبعت الاقرار يتبعت لان فيه ناس بعتت الاقرار وقالها رسالة لكن الاقرار ما تبعتش من غير بوب أب ما ينفعش ولازم الاقرار يتعمل له عرض في الاخر لو ما توجدش في العرض الاقرارات والاقرار ما تبعتش ده تجهيز الجهاز لازم يتعمل قبل ما نعمل الاقرار نبدأ بالنسبة لإقرار الدخل السنوي اللي بقيمة بأكد ان ده بقيمة قبل ما بنبدأ لازم الجهاز يتجهز بما يسمى البوب أب لو ما تجهز الجهاز كل اللي هيتعمل في الاقرار كأن لم يكن وممكن الجهاز بتاع حضرتك يخدعك ويفهمك ان الاقرار تبعت وهو ما تبعتش وهناك كثير من المكاتب وأرجو ان حضرتك حتى لو المحاسبة عمل لك الاقرار أرجوك رجعوه لان هذا الخطأ عدى على حتى مكاتب محاسبة في بعض الاحيان واحنا لا نلوم احد بنفتح الصفحة اللي هي طبعا www.eservice.incometax.gov.eg backslash e-tax طبعا هنا احنا قبل منظومة الدمج الدمج للناس اللي مش فاهمة الموضوع ده هو انه بيبعت لك اكواد ويقولك السيستم القديم تلغى ولازم تخش على السيستم جديد هنتكلم عليه في فيديو اخر بنكتب اسم الدخول واحنا بنكتب الباسورد سعب بيبقى شكله ضبابي ارجوك الكلمة اللي هي زهرة قدام حضرتك بتتغير كل فتح وقفل الجهاز ودي عشان تأكد ان حضرتك مش هكر وقصة انك انت تبقى معك الباسورد وتعمل كوبي بيست السيستم منعه وخلاص ودي كانت احدى الاسباب اللي اخرت ان البرنامج يكون جاهز لتقديم الاقرارات بنكتب تحت اللوجو الازرق اللي بيظهر بنكتبه بالكافيتال ممكن من اول مرة ما يفتحش تاني مرة ارجوك ما تتسرعش وتكتب نسيت كلمة المرور وترجع تغير وترجع تتعب فمهلا بس والصفحة تفتح مع حضرتك مرة اثنين ثلاثة هتلاقيه فتحت بس تأكد انك بتكتب كافيتال الرمز ده لانه في العادة كابتال هنفتح الصفحة الصفحة فتحت قدامك العادة مكتوب ضريبة الداخل ضربت الصرفة العقرية ضربت القيمة المضافة لان هنا المرشد مساجة القيمة مضافة هنيجي على القيمة المضافة الاول طبعا الناس فهمها هنروح على ضربت الداخل على اطول لا احنا بنجهز الاول الداتا اللي هنحطها البيانات اللي هنحطها جول اقرار احنا مش هنفتح الاقرار نكتب اي حاجة ومفروض كمان اني بقى انا جبت شهادات من الشركات عشان اراجع اللي اتعمل هوضح لحضرك هنا انا عاوز بفتح القيمة المضافة لان انا الاساسة عندي ان مجموع الاثناشر شهر بتوع سنة عشرين تحت وعشرين من يناير لديسمبر اللي اتكتب فيهم كاراد كيوميات هو اللي هتكتب في اقرار الداخل في ناس هتقول الفرق ابن الاثنين الفرق ان حضرتك قيمة المضافة الشركة بتدفعها على الشغل هتقول لي بتتخصم مني اقول لي حضرتك ده موضوع تاني مش وقته ده موضوع ان الشركات بتدفع المرشد وده خطأ فمفروض ان الشركة هي اللي بتدفعه ويضاف ايه اليومية بتاعت حضرتك 1000 جنيه ام 100 جنيه اما ضريبة الداخل اللي احنا بنقدمها اخر السنة دي اللي احنا بنقدمها حاليا دي ضريبة على اللي احنا كسبنا واثناء الشغل مع كل يومية بيتاخد منها 5% تحت حساب الضريبة دي فعشان كده بنسميها ضريبة الداخل ضريبة الخمسة في المية اقرار شعر 3 كل ده نفس الشيء دخلنا على القيمة المضافة نموذج 10 اضاف الفاتورة هنا انا داخل على القيمة المضافة عاوز اعمل عرض الاقرارات وبدوس على بحث عشان اشوف اقرارات السنة اللي فاتت انا اشتغلت فيها ايه بجيب من 12 23 مليش دعوة كنت مقدم اقرار بعد كده او اندمجت امتى انا عاوز هنا الناس اللي هي على المنظومة الاديمة لسه اياخد من 12 وينزل تحت طيب انا هنا مثلا مكتوب عندي فوق قدام شهر 12 3818 هل الرقم ده هل الرقم ده هو اللي اشتغل به المرشد لا ده العشرة في المية يعني مفروض اضافه في عشرة فبقى اخد الارقام من شهر 12 ونازل 11 وهكذا ولو في اقرار معدل باخده بسيب الاصلي لو في اكتر من اقرار معدل باخد اخر واحد وبعد كده بتأكد مرة واثنين وثلاثة وبجمع طب حصل اختلاط علي في فطورة ما وعاوز اراجع اعمل ايه اخش على القيمة المضافة اجيب عرض الفواتير عندي هنا مشتريات ومبيعات اعلم على مبيعات علمت على مبيعات اجي اكتب الفترة ضربية مليش دعو بقى برقم الفطورة انا اختلط علي شهر معين ان كان صح ان كان غلط في رقمين في اي حاجة انا بوري حضرتك عينة في اسم شركة معين مش متأكد منه كنت مقيده مش مقيده جت برجع مع الشهادات اللي جايبها الشركة حسيت ان في حاجة الشركة بتقول عليها ان انا اشتغلتها معاهم مش موجودة طب اشوف انا ايتتهى ولا لا كل ده الرد عليه في النقطة دي قيمة مضافة دخلت على عرض الفواتير علمت على مبيعات اخش على الفترة ضربية وليكن مثلا مثلا سبتمبر 23 هي اللي كان فيها مثلا خطأ معايا او حاجة وادوس done وبعد كده بادوس بحث فطلعت لي الفاتورة اتأكد من بياناتها واراجع مع ورقي التصبيت للشغل قبل ما ابدأ اقيد الارقام مهم جدا فلاش نبقى بنشتغل بسرعة خلص خلصت الخطوة دي هرجع على ضريبة الدخل اجيب اقرار دخل الاشخاص الطبيعيين وبعد كده بخش مش على الاقرار 101 عطول لا محتاج بيانات تانية انا هنا جمعت كل الارقام اللي كانت قدام الاقرارات وهضربها في عشرة لان المبلغ ده المبلغ ده حضرتك ده العشرة في المية وانا محتاج الايراد زي ما انا اشتبهت في الرقم اللي هو بتاع شهر تسعة ومكتوب قدامه خمسمائة وستين في الصفحة اللي قبل دي اللي قبل اللي قبلها كمان فكان مكتوب خمسمائة وستين دخلت بص على الفاتورة واتأكدت انها بتاعت الشركة لقيتها بخمسة ستمية يعني معناها دي عشر اضعاب فيبقى لازم اخد كل اللي مكتوب قدام الاثناشر سطر بتاع الاقرار واضربه في عشرة اضرب المجموع بتاعه في عشرة بعد كده هختار هنا ضريبة الدخل اختار سنة الاقرار بختار سنة اتنين وعشرين بخش على الاقرار بتاع سنة اتنين وعشرين من كلمة معينة هبص على الاقرار هنا بنزل في الاقرار لغاية الصفحة اللي فيها من اول مية واحد اجي هنا في عندي المعلومة المهمة اللي انا عاوزها هي قدام خانة مية اتنين وعشرين مكتوب اني لي تسعمية وعشر جنيكة مرشد ناقص تسعمية وعشر مش زائد زائد يبقى انا دفعت ناقص تسعمية وعشر اخد الرقم تسعمية وعشر مليش دعو بالناقص هرجع احطه هناك في خانة هوريها لحضرتك حالا بخش بعد كده على الاقرار ارجع تاني ضريبة الدخل طبعا الحاجات دي اللي انا بقولها بتتأيت في ورقة خارجية باخد ارقام المبلغ الاقرار التاني في ورقة خارجية وبجمعها مرة واثنين وثلاثة واضربها في عشرة ارجع مع الشهادات اللي جاهلي من الشركات اخد التسعمية وعشر حطها في ورقة جانبية تمام اجي على ضريبة الدخل اقرار دخل الاشخاص الطبيعيين اقرار 101 الضريبة على صافي دخل الاشخاص الطبيعيين هبدأ الاقرار هنا عندي سنة الاقرار اختار السنة 23 مكتوب برضو 24 الناس اللي هي بتنهي نشاط فبيعمل اقرار لسنة 23 ورجع يعمل اقرار لسنة 24 مثلا لو هو هينه في شعر اتنين او حاجة لقدر الله بدوس على استمرار بيظهر عندي جدول مواريس مهم جدا ما عديش الخطوة دي اللي ما كناش بنعملها السنة اللي فاتت ودا تعديل في السيستم بخش على الكان القانوني تحت اكتب فردي الفترة الضريبية بتظهر لي ثلاث حاجات بختار منهم الفترة الثالثة قدم انا تمت السنة شهر خلاص ما بعملش حاجة في الصفحة دي تاني بعد كده بختار ارادات المهن غير التجارية من فوق من العنوين بخش لو انا على موبايل مش هعرف اكتب في كلمة المهنة حاجة وللمركز الرئيسي لو انا على لاب هكتب مرشد سياحي واكتب عنواني وبس الفروع مش مطلوبة عندي هنا الخانة في نص السطر خمسمية واحد بيقولي ارادات المهنة الحرة وغيرها من المهن غير التجارية عندي على اليمين سنة الاقرار وعلى الشمال السنة الثالثة مكتبش بقى في سنة الاقرار عشرين ثلاثة وعشرين زباب يحصل الخطأ دائما هو بيطلب منك بيقولك ارادات المهنة الحرة وغيرها من المهنة غير التجارية السنة دي كام هو يقصد سنة الاقرار يعني بسنة عشرين ثلاثة وعشرين انت كسبت كام انت اشتغلت بكام يومية بكام هناخد هنا نكتب هنا ايه بقى نكتب الرقم اللي خدناه من مجموع الاقرارات بعد ما ضربناه فعشرة اوكي بنزل بقى كتبت مثلا سي مية اتنين وعشرين الف دول اللي اشتغلتهم خدوا بالكل مية اتنين وعشرين الف دول لما يكونوا مزبوطين انا عاوز برضو اكيد اتدفع عنهم خمسة في المية يبقى اضرب الرقم ده في خمسة في المية يبقى انا جمعت الاقرارات الاول الاثناشر اقرار خدت المجموع ضربته فعشرة ف learning 222 الف الشركات حسمت مني خمسة في المية اضرب ال umas اتنين وعشرين الف في خمسة في المية اور اقولكو انا نتحط فين دلوقتي خليكنوا فاكرين معايا الchesتنين وعشرين الف بنكمل الخطوات بنكتب في الباقي اسفار بنيجي بعد كده عندي اجمالي الايراد بيحصل عندي انه بيقول لي بيخانة 510 انه بيخصم لي هو اوتوماتيك ال 12000 وده معناه انه بيشلي 10% مقابل الحصول على الايراد وده حقنا لان احنا ما بنخصمش مصاريف بعد كده بيصفي لي الايراد فبيطلع 110626 بعد كده لازم اخلي السيستم ياخد راحته في ان انا ادوس كليك برا دايما عشان يجمع ويدرب وخاصة لو ان انت ضعيف عندي عشان ما استعجلش ويطلع الاقابلات في هنا خانتين 512 و 513 قبل ما نقل بالصفحة دي التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الادارة المحلية والاشخاص الجاربية لو انت عندك تبرعات باسهالات رسمية ومخطومة كتبها و 513 التبرعات والاعنات مدفوعة للجامعيات والمؤسسات الاهلية برضو بتتكتب هنا شوف اللي انت تبرعت له وربنا يقدر الناس كلها وده بيتخصن من ضرعيبك على فكرة فيه برضو خانة 515 ودي خاصة جدا بالناس اللي هي في فترة الاعفاء في فترة الاعفاء اللي هي قيمة الاعفاء طبقا للنص المادة كذا وهنا بيكتب اعفاء للمبلغ كله وممكن يتصل ب16 395 عشان يمشي الخطوة دي معهم بالذات عشان لو كان هو اشتغل بمبلغ يكتبه وهنا بيكتب المبلغ المقابل عشان يحصل اعفاء لكن لازم يعمل اقراره حتى لو كان شغال لسه اول سنة بعد كده بنرجع للخانات اللي فوق تاني العناوين اللي فوق بنخش على قيمة الاقرار التفصيلية عبرنا وكننا بنخش عليها ده تعديل في السيستم لازم حاجة مش عارفين كانها مهنجة في السيستم لازم نقف على الخانة 301 او نكتب صفر ونكتب فيها اصفار المهم لازم لازم اقف في الصفحة دي وإلا هيجي في الاخر ويهنج السيستم وما يجمع ليش ولا يطرح لي الضريبة وهيكتب لي اكتب سنة الاقرار وهنحس ان احنا تعيين زي ما حصل حاليا مع ناس كتير بنكتب صفر او بنقف على اول خانة وندوس بزرار التاب التاب اللي هو زرار التالت في الاول في تالت سطر على الشمال في الكيبورد اللي هو ساهمين عكس بعض هينزلك الخانات كلها وكده انت خلصت الصفحة دي بتطلع على صفحة الاوعية الخضعة للضريبة ركزوا معايا عندي المساهمة التكافلية 122918 بعد ازدى حضرتك قيمة المساهمة التكافلية هنا ضرب 2.5 على الالف 122918 يعني 122918 في اتنين ونص مقسوم واللي يطلع مقسوم على الالف تلعها 307 اكتبه فورقة جانبية قول ان انت هتدفع 307 نزل صفي الاراض 110 الف لما نمشي بعد كده هلاقي كتاب للضريبة المسحقة هنا بالنسبة للضريبة المسحقة لو ما ظهرتش معاك وانت شغل بمبلغ زي ده اعرف انك انت ممشتش الخطوات بالزبط لازم 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 الضريبة المسحقة تظهر معاك ادام انت متخطي خد حد الاعفاء بعد كده بنيجي على رسيد الدين المصابد السابق المسادد بزيادة الخنة 114 ادي التسعمية وعشرة اللي احنا جبناها من اقرار السنة اللي فاتت اللي كان جاب بيها النائس شرنا النائس وكتبنا تسعمية وعشرة هنيجي بقى على الخنة 115 المبالغ المسددة بنظام الخصم والتحصيل اللي هي الخمسة في المية تحت حساب ضريبة هي 122 الف مضروبة بخمسة في المية اذا كانت كل الشركات خصم تعليق خمسة في المية وحضرتك بتعمل مع شركات منتظمة وهي 6145 بعد كده الدفعات المقدمة المسددة خلال العام والعائد ده 116 ده لو حضرتك كنت دفعت فلوس تحت الحساب ما فيش حد فينا بيعمل كده العائد المضاف على الدفعات المقدمة لا ده موضوع تاني الإجمالي الضريبة المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات ده برضو موضوع خارج النطق الحديث بتاعنا الضريبة المسددة مع الإقرار الأصلي اذا كان هذا الإقرار معدل ايه بقى 119 ساعات فيه ناس تعمل الإقرار ويجيين سيكتب الرصيد الدين يفاجأ انه بقى هو عليه ضريبة هيدفعها يجي يعمل إعادة أو تعديل للإقرار أو إقرار معدل الإقرار ما يقبلش إلا لما يدفع 900 وعلى لما يدفع مثلا المبلغ اللي عليه ففي الحالة دي لو هو عمل إقرار أصلي وأخطأ ولم يكتب مثلا الخمسة في المية اللي هنا 6145 فظاهر عليه ضريبة يبقى في الحالة دي هيدفعها غزبنا عنه وهنا بقول توخوا الحرص في أزير خطوة وتأكدوا إيه اللي هتدفعوه ويحسبوه طيب هنا هو دفع لأنه أخطأ لما يجي يعمل إقرار معدل بيكتب اللي دفعوه في الخانة دي عشان يتشاله بعد كده احنا طبعا هنكتب فيها صفر بيجي هنا بيقول لي 121 إجمال التزديدات التزديدات ايه ما هو 910 اللي حضرتك كان ليك من السنة اللي فاتت ده تزديد 645 اللي حضرتك طول السنة عملت تدفع 5% 5% وفيه ناس للأسف بتعتمد على الإيصال الصغير لو سمحت تجيب شهادة وياريت يكون فيها رقم الشكل اللي اتورد بالضريبة ومختوم ويبقى هذه إجمال التزديدات يطرح بقى التزديدات هنا 755 من الضريبة اللي فوق يبقى عليه 268 مش جنبيها ناقص هنا هيدفع طيب هنا بنيجي بقى للفترة الضريبية يتأكد من 1 يناير إلى 3112 حفظ الإقرار بعد كده بنقش على حفظ الإقرار عنه فجأة بالملخص يطلع لنا نقول له أوكي بعد ما نتأكل أن الرسيد هنا 26 بيظهر للإقرار بتفرج عليه بتفرج على من يناير لغاية 3112 ببص على الأرقام بتاعتي أدي 110 1113 استحق عليها 875 ضرائب أنا مسدد 910 ليا رسيد عند الدولة فده يعتبر نوع مسداد أنا سددت 5% دفعت اخرى للسنة 645 للتنين مع بعض بيعملوا مبلغ 7 وكسور طبعا وده هيتطرح من 13 875 أو 755 لما اتطرح من 13 هيبقى 6 820 هنا بتأكد أن هنا هو 21 مثلا 24 بيبص هنا على إرادات المهن لو أنا أعوز أبص على الصفحة اللي اتطرح فيها 10% هلاقيها اللي هي الصفحة اللي فيها الأرقام في البند في النص كده 515 وقال الأرقام اللي اتطرحت وكله مظبوط وقادي كمان المساهمة تكافولية أعرض على حضراتكم حاجة دايما بنتسائل عنها إحنا إعفقنا كام عشان نحسب ضربتنا في ورقة بره ونبقى عارفين حضرتك قدام دخلك لم يتخطى 600 ألف جنيه ويا رب المشهدين كلها تتخطى هذا الرقم إن شاء الله قريبا يعني أول حاجة احنا بنخسم من إرادنا 10% اللي احنا شفناها اللي مقابل حصولها تاني حاجة أول شريحة زي ما هو وابضح قدام حضرتك من جنيه لتلاتين ألف ده صفر بعد كده احنا بناخد شرايع من تلاتين ألف لخمسة واربعين ألف بندفع عنهم عشرة في المية يعني 1500 جنيه ما يجيش واحد يقول انا عامل خمسة واربين ونحضربهم كلهم في عشرة في المية ما ينفعش بعد كده من خمسة واربين ألف لستين ألف خمستاشر في المية وهكذا لغاية لما يتضرب الضريبة بالزبط برضو في حساب تاني لل للضرائب ممكن أبقى أنزلوا لحضراتكم في كشف صغير يوضح الخصم الضريبي وأسعار الضريبة بخش بعد كده على ضريبة الدخل عشان أبص على الإقرار بتاعي وده أهم خطوة أهم من الإيميل اختار سنة الإقرار وببص على الإقرار تاني بدوس على معينة الإقرار بيظهر لي وبعد كده يبقى الإقرار اتبعت وكل سنة وحضراتكم طيبين هنعمل إن شاء الله فيديوها التانية للنظام بعد الدمج وهكذا شكرا